كشف مصدر مطلع عن رسالة سرية وصلت قبل تسعة أيام من طهران إلى بعض الفصائل المسلحة في العراق تتضمن ثلاثة نقاط وتحدث مصدر عن أن طهران مستنفرة منذ بدي عملية طوفان الأقصى خاصة مع توجيه اتهابات غير مباشرة لها بأنها تقف خلف ما يحصل من خلال تمويل حركة حماس بالمال والسلاح وصونا إلى التخطيط والتدريب قبل إعلان ساعة الصفر ما يعني أنها باتت في مرمى الاستهداف في أي لحظة سواء من قبل واشنطن أو تل أبيب وأضاف أن طهران لديها علاقات وثيقة جدا مع أغلب الفصائل المسلحة العراقية وأرسلت قبل تسعة أيام رسالة تتضمن ثلاثة نقاط أبرزها التحذيرات من غدر المسيرات الأمريكية وأن حدثة المطار اغتيال سليماني والمهندس قد تتكرر فصولها مرة أخرى بسبب مواقف المقاومة وتبني بعضها عمليات قصف معلنة لقواعد عسكرية تنتشر فيها قطعة أمريكية